نتابع في موضوع القيمة الحالية للدفعات ونتعرف الآن على القيمة الحالية لدفعة فورية بفائدة مركبة ورمز القيمة الحالية لدفعة فورية present value annuity due PVAD هذه القيمة يمكن احتسابها بضرب PMT في المقدار 1 ناقص 1 زائد R للقوة ناقص N على R مضروبة في 1 زائد R حيث PVAD القيمة الحالية لدفعة فورية PMT مبلغ الدفعة الدوري R معدل الفائدة الدوري وإن الزمن بالدورات الملاحظة المستمرة معانا منذ بداية المقرر لابد من توافق الدوري الدوري الدورات نفس وحدة الزمن مثال 26 خصم شخص مجموعة من الكمبيالات المتساوية من حيث القيمة الاسمية البالغة 5000 ريال للكمبيالة بمعدل 10% سنويا علما بأن هذه الكمبيالات مجدولة واحدة في بداية كل عام ولمدة خمسة أعوام نوضح هذه المجموعة من الكمبيالات مجدولة على خمس سنوات بهذا الشكل بحيث 5000 في بداية الدورة الأولى 5000 في بداية الدورة اللي هي السنة الثانية 5000 في بداية الدورة الثالثة 5000 في بداية الرابعة 5000 في بداية الخامسة تم خصم هذه الكمبيالات يعني احتساب القيمة الحالية لها لجميع هذه الكمبيالات لجميع هذه الكمبيالات وتم استبدالها نقدا حالا فحينئذ المطلوب احسب القيمة الحالية لهذه الكمبيالات مجتمعة القيمة الفورية النقدية التي حصل عليها خاصم هذه الكمبيالات نقدا طيب الحل طبعا لا بد من التأكد من أن المعطيات متوافقة مثل ما هو أمامنا 5000 سنويا معدل الفائد السنوي المدة بالسنوات إذن نطبق الصيغة PVAD القيمة الحالية لدفعة فورية مبلغ الدفعة PMT اللي هو 5000 R اللي هو 5% سنويا N تساوي 5 دورات إذن للقوة ناقص 5 وبالتالي الجديد في الموضوع يعني أو خلينا نقول الاختلاف في هذه الصيغة عن صيغة القيمة الحالية لدفعة عادية هو أن المقدار هذا مضروبا في واحد زائد المعدل يعني نستطيع القول بأن القيمة الحالية لدفعة فورية PVD هو عبارة عن القيمة الحالية لدفعة عادية مضروبا في واحد زائد R هاي العلاقة بين القيمة الحالية للدفعة العادية والقيمة الحالية للدفعة الفورية إذن بالحساب بيطلع معاي 3.79 هاي القيمة لا ننسى أنها قيمة جدولية من جدول وين القيمة الحالية لدفعة عادية مبلغها واحد ريال الناتج هو 20.849 هو بيطلع وربي